السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شباب معدنا النهاردة مع المحاضرة الستة من كورس CCNA Routing & Switching بعنوان Network Models Updated TCP IP Model النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن Pack Story Behind The Dot TCP IP Model يعني ايه هنتكلم كده ايه في نص دقيقة عن الستوري كده TCP IP Model ظهر بوسطة مين وليه الكلام ده كله تقدر تقول عن TCP IP Model هو ايه؟ نفس الوظائف نفس الفنكشنز بتاعت إذا فقط تم دمج مثلاً في layer أو ممكن تقول عليه layer process كذلك ممكن اسمه layer أو host to to host layer و النتروك بقى اسمه أو والداتا الليك والفيزيكال أو أو ممكن تقول عليه أو 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 نتورك اكسز لاير نتورك اكسز لاير طيب مبدعيا التي سي بي اي بي مفيش اي جديد هيتقال هو فقط التأسيمات الجديدة فقط خلي بالك ان بيجي عليه سؤال في الامتحان يقولك ايه يعني مسلا اللير اللي بيعمل راوتينج اللير المسؤول عن الراوتينج في تي سي بي اي بي موضل فانت متقولش بقى النتورك لير لأ الانترنت لير يعني هو مستنيك تغلط في الحتة دي حتى جابلك في الاختيارات النتورك لير بس النتورك لير ده مسمى هذه الطبقة في الاوسائي موضل لكن هو بيقولك ان تي سي بي اي بي موضل ايه هتقوله الانترنت لير كذلك التي سي بي اي بي ممكن تقول عليه الضد اه الضد اه الضد او دي او دي او دي اه موضل اختصار يعني ايه اه اختصار لي اه دفنس اوف دي بارتمنت لان وزارة الدفاع الامريكية هي اللي ايه كرياتت الموضل بتاع التي سي بي اي بي اه كذلك اتعمل عشان يكون كده ايه يحط مبادئ وقسس وقواعد انتقال البيانات ما بين اي جهازين على الاربانت الاربانت هو كان الانترنت بس بتاع زمان يعني من غير ما نقعد ايه نحكي في تفاصيل كتير يعني مش هتهمك اه الابليكيشن هنا represent data to the user plus encoding and dialog control الانكودينج اللي هي عملية الترانسليشن ايه تحويل من ايه من اه من من فورما الى فورما الديالوج كنترول هي العملية بتاعت السيشن الوظيفة بتاعت السيشن اللي هي بحد بقى ايه بيكيب التده separated in multiple sessions اه وبحد دوبليكس ولا فول دوبليكس ولا سيمبليكس الترانسليشن نفس الوظيف support communication between divers devices across divers networks الانترنت determines the best path through the network network access control the hardware devices and media that make up the network اه هي نفس الفونكشنز بتاعت ال osi model طب ايه يعني ايه الجديد اللي احنا هنحكيه النهاردة احنا هنحكيه النهاردة احنا هنحكيه النهاردة البعض البروتوكولز بقى انت بيقولك مسلا انت في طبقة الابليكيشن في تي سي بي اي بي مو دل اه تيلل نت عندك اف تي بي عندك اسم تي بي دي اي سورة اي بي dims رمي المحاضرات بتاعت ال VBN إن شاء الله ال Ether Network Interface Layer Ethernet ال Token Ring Frame Relay ATM هنشرح Frame Relay و ATM دي في المحاضرات ال WAN ال Token Ring يعني احنا كنا تكلمنا في المحاضرة بتاعت الكابلات ال Ethernet تقدر تقول ايه يعني تكلمنا انها معايير تأسيس اي LAN و دي كانت بصة ال DIX Digital, Digital, Intel, Xerox ال Token Ring هي كانت فيما قبل ال Ethernet LAN هنتكلم النهاردة يعني انا عايز اركز النهاردة على برتوكول التلنت لنها مش رحتوش المحاضرة اللي فاتت رغم ان التلنت ده يعني هناخد بتاعته في محاضرة Basic Configuration بس هنتكلم عنه ايه باستفادة النهاردة بمنطقة البساطة هنعمل ايه هنجيب هنا روتر وهنوصل هنا بسويتش وهنا بسي وهنفترض ان احنا عندنا الروتر ده طالع على ال ISP وال ISP وهنوصل على مثلا السوربر هنسمي السوربر ده تلنت تلنت سوربر تلنت 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 هو البروتوكول المسؤول تلنت يمكن تلنت 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 مثلا أحد تلونت تلنت تلنت تلينت يعني عن طريق الايه الاوامر مش Graphic User Interface طبعا انا احب انوه ان انت لو عندك PC وعايز تحكم بال PC فانت اقصادك انك تتحكم بال PC بطريقة من اتنين وما ينطبق على PC ينطبق على الروتر على السويتش على اي جهاز ممكن تتحكم بي Command Line Interface او ممكن تتحكم بي Graphic User Interface انت بديجي الويندوز الويندوز ده سيستم تحكم كامل Operating System تقدر تحكم منه كاملا بالجهاز بتاعك Graphic User Interface لكن مثلا بديجي تكلم عن حاجة زي Linux خصوصا زمان بتتحكم بال Linux عن طريق Command Line اغلب تعاملاتك في Linux بتكون عن طريق Command Line فالتالنت هو بيسمح لإيه؟ ليه التالنت كلاينت ان هو يقدر يتحكم بالتالنت سيرور عن طريق إيه؟ ال Command Line مشل Graphic User Interface هنستخدمه استخداماتك كتير جدا خصوصا حتى بشغلك لان انت الروتر مثلا عشان تقدر تعمل عليه configuration عندك طريقة من اتنين انك انك تحكم عليه console فانت هتوصل كابل ال console على طول بالإيه؟ بال PC بتاعك فانت مضطر ان انت تروح لمكان الروتر ذات نفسه يعني انت لو انت بقاعد في المكتب بتاعك وال IT Room انت بقاعد في المكتب بتاعك في الدور العاشر في الدور العاشر IT Room مثلا في الدور الخامس فانت يعني انت مش هتنزل ال IT Room عشان توصل console تفضل واقف جنب الروتر تعمل عليه configuration انت ممكن من مكانك تcommunicate على الروتر عن طريق الإيه؟ التالنت ريموت ليه؟ المشكلة التالنت لوه بيبعت ال Data In Clear Text يعني لو انا مثلا عندي هنا الروتر وفيه هنا PC لو انا هخش تالنت وش يعني انا بعمل configuration بحيس ان الجهاز اللي خوش تالنتي يدخل username و password ولكن username وال password والdata كلها على التالنت بتتبعت In Clear Text يعني انت لو عندك هاكر بيتجسس على ال Data عندك فهيقدر يشوف ال Data دي بمنتهى سهولة هتقول لي طب يا باشماندس يعني ازاي الهكر هيوقف فين يعني هو هيشوف ال Data ازاي يعني الناس المبتدئ مش هتحس بالموضوع ده قوي فانا لذلك حضرت لهم التوبولوجي ده انت عندك هنا في التوبولوجي ده تالنت كلينت هيخش على الروتر ده هيخش على الروتر ده هنسمي مثلا الروتر ده ايه؟ هنسمي الروتر ده تالنت سيربر ا who инструментharfer انا لازم اقفل الروتر وافتحه ثب مش مشكلة ا ا ا انا دولياتي عندي ال PC ده اللي هو PC3 أوكي فقاه ده بي سي ستري عندي فنقدر بقى منطقة البساطة اجي كذا على الكماند لاين لو انا جيت دخلت فتحت كدس السي ام دي وكتبت في lcmd ipconfeg هتلاقي البي سي بتاعك واخد ip1003 ده dhcp ip 255 255 255 0 يعني slash 24 الادفولت كتوية 1001 اللي هو الروتر لو انا عملت بينج على الروتر ها بي بينج معايا فكده انا connect ده على الروتر وكله تمام التمام حلوة اوي كده طيب انا هدخل شوية اوامر كده على الروتر لو انا كده بحيس ان نقدر خلي البي سي الاكس بي الماكنة الاكس بي تخش على الروتر remotely telnet تمام لو انا على ماكنة الاكس بي رحت جيت كتبت telnet 100.1 ها هوب بيقولك user access verification دخل بقى ايه الباسورد بتاعك هتقوم دخل الباسورد بتاعك انا عملته سيسكو انا هكتب كده سيسكو ها دخلت كده على الروتر بتاعي وانا كده ايه يعتبر كده ايه connected على الروتر وده السويتش وده البي سي اللي هيكمانيكات telnet وده الجهاز الهاكر الاي بي بتاعي نترك 10.0.0.0.0.24 فالبي سي هنا واخد عندي .3 الروتر واخد عندي .1 والكالي لينكس اللي هو جهاز الهاكر اللي هو جهاز الكالي لينكس وانا شوف بقى الايه الكالي لينكس واخد ipcam شغله اها الكالي لينكس واخد ip10.0.0.2 اوكي تمام فالكالي لينكس هنا واخد .2 فطرد ان الماك brother ده واحد 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 الحدا بلب البنانكس اتنين اثنين 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 الطريق بلبroナهيكس اوكي الاك سي بي تلاتة- ثلاتة- تلاتة- ثلاتة- ثلاتة handy. والا сама عايز الي ت Sterneет على الروتر فالشياري فالبعبعد ايه الكبير على الروتر تمام طب ي juga às Sterneet عن الروتر هذا الابط للخص اتناصل طب ده كلام جميل جدا انا قلت المرة اللي فاتت ان كل PC بيبني حاجة اسمها ARB Cache Table فالARB Cache Table بتاعت PC الماكينة هيحط فيها IP بتاعة الروتر الماك ادرس اللي جنبه الماك ادرس بتاعة الروتر لان هو لو الPC عارف الIP فقط مش عارف الماك ادرس هيضطر يعمل ARB ده كلام جميل ثم اما يعمل ARB هيوصل له الماك ادرس بتاعة الروتر فهيخزنه عنده لان مش كل شوية ميجي كومونيكات مع الروتر مش مع الماك ادرس يقوم عام الارب لا هو وانس اخد الماك ادرس يقوم مخزنه في جدول ايه جدول الارب جدول الارب ده بعباره عن ايه هنا IP وهنا ماك تمام فمكينة الـ XP هتقول ان الـ IP بتاعة الروتر اللي هو 10.0.0.1 الماك ادرس بتاعه كان 1.111 والمكينة اللينكس هتقول ان المكينة بتاعة اللينكس او جهاز اللينكس الماك ادرس بتاعه ايه اربع اثنينات فبالتالي اما الجهاز عايز يبعت مثلا للينكس هيبعت على سورس اي بي ديستينايشن اي بي 10.0.02 ديستينايشن ماك اربع اثنينات فالسويتش هيستلم الباكت هيبعتها على ايه اللينكس والعكس صحيح وهكذا فده جدول الارب لو انا عايز اتأكد من الكلام ده عملي فانا لو جيت دخلت على ماكينة الـ XP انا دلوقتي هطلع من الروتر ولو جيت عملت اه بينج برضا عايز اعمل بينج على ماكينة الكالي اه اعمل بينج لو جيت عملت اربداش ايه هو مخزن دلوقتي ايه اه الاي بي بتاع الروتر اهو 10.001 الماك ادرس بتاعه الاتاك بتاعة الارب سبوف شغالة ازاي الهاكر هيعمل ايه الهاكر الهاكر هيدحك هيدحك على الماكينة الـ XP ويقول لها ان الماك ادرس بتاع 10.001 مش اربع وحايد لا ده اربع اتنينات وهيدحك على الروتر برضو الروتر هيقوم عامل ايه برضو جدول الارب تيبل الاي بي ودي الماك فالروتر حاطت ان الماك ادرس بتاع 10.003 اللي هو بتاع البي سي بتاع الماك اناتный XP جنبها ايه الماك ادرس بتاعها ايه TJ3 يبارده هيدحك A4 الروتر كالي لينيكس بدوره هيفرود الداة الى وutsu يفرد الداة situation ريضan على الراوتر هيقدر يبص عليه ولا لأ. طيب حلو. الراوتر ميجي يرد على الجهاز بدل ما هيروح للجهاز هيغلط هيروح للجهاز الكالي او الهاكر الكالي هيفروده. فاصبح الكالي في النص في منتصف المسات في منتصف الكنيكشن ما بين الراوتر و البي سي. انا عارف. ممكن تقول لي انا مش مهندس انا مش مصدقك. انا عايز اشوف الحاجة دي قدامي. طيب تمام احنا هنشوف الحاجة دي قدامنا. بس مبدئيا كده ايه. هنفتح الكالي. وهنكتب. انا دو دي. اس اس اتش ستارت. تمام. و هنفتح. المفروض البرنامج. اوكي اوكي مش مشكلة. هنخشها الكالي تاني. طيب. اه انا دلوقتي. عايزك. يعني انا هعمل الاتاك دلوقتي. بس عشان اعملها. اديك شايفة هو. عشرة ديرو ديرو واحد متخزن جنبه ايه? زيرو تمانية. لو انا عملت الاتاك المفروض عشرة ديرو ديرو واحد يتخزن جنبها الماك ادرس تاع الكالي. اللي هو ايه تمانية. صح ولا لأ? المفروض تقول لي صح. تمام كده. هنخش هنا على الكالي. اا اول حاجة. يعني انا هكتب ايه شوية اوامر انت مش مطالب. انت مش مطالب بايه. يعني ايه? انت مش مطالب بايه تطبيق عملية. في ال انا بس ايه? دي حاجة كده عشان اا اا يعني اوريك ان دي ممكن تحصل. يفتح مطالب بايه ايه. اعشان نوب بايه شوية كدugh. اسم اوام. اهistle. حلو اوي كده. ااا. وهنقول. ارب سبوف داش اي يعني. اي داش انترفاياس ايثيرل اريد زيرو داش دي. وهقول. يا روتر عشرة ديرو ديرو واحد. لو انت بتدور على الماك ادرس بتاع 10.00.3 فده الماك ادرس بتاعي فكده هيدحك على ايه الروتر طيب ده كلام جميل جدا هفتح كومند لاين تاني وهكتب نفس الامر الاربس بوف داش اي اي ثرنا زيرو داش تي و 10.00.3 يعني هتحك على الجهاز اللي هو 10.03 اللي هو ال اكس بي و هقول له لو انت بتدور على الماك ادرس 10.01 ده الماك ادرس بتاعي تعالي على ال بي سي تمام و هنعمل اه بينج مسلا على الروتر 10.001 بيبينج على الروتر لا بيبينج على الروتر طيب تمام جدا ايه جامل الارب داش ايه المفروض لو الاتج دي نجحت هتلاقي الزيرو تمانية دي هتقلب فوق الزيرو تمانية فوق هتقلب ل ايه تمانية يعني مفروض الماك ادرس الجنب عشا 0.01 يكون الماك ادرس بتاع الكالي لينكس اللي هو عشا 0.02 الماك ادرس ده اه ها اتقلب ولا لا اه ها اتغير ل ايه ايت حلو طب كلام جميل جدا لو انا جيت على الكالي لينكس اه جيت على الكالي لينكس و جيت اه شغلت الواير شارك الواير شارك دوس اه اوكي و نعمل كابتشر على ايهر نت زيرو تمام حلو اوي كده انا هخش تيل نت الواير شارك كده بيعمل كابتشر انا عايز اعمل كابتشر اه اه على الاي بي ادرس او على التلنت اها على اي داتا تلنت واضح كده طيب انا هدخل تلنت عشا 0.01 وهكتب الباسورد اللي هو الساسكو وهكتب اي نيبل هكتب ساسكو دي كل دي مش عليك انك تعرفها يعني ده يبقى في المحاضرات الايه العملي اروح هنا اه ها شوفو دي كل دي ايه تلنت طيب هتروح على الانالايز وهتعمل فولو تي سي بي ستريم هوب ادي هو جايب لك الشاشة باسورد ساسكو حتى جايب لك الباسورد بيظهر لك مرة تانية ساسكو هتلاقي ايه بالاحمر ايه ازرق لان تي سي بي بص يا شباب احنا اتلنت ده تي سي بي فانتما تيجي تدخل ايه الراوتر هيرد عليك يقولك ان انت دخلت ايه هديجي تدخل ان هيقولك ان انت دخلت ان لان ده تي سي بي ايه ريلايبل كونيكشن اه ودي ايه بص صفحة الراوتر موجودة اهي كل يعني يعتبر ايه لو انا جيت مسلا اه كتبت اي عمر على البي سي اها اه اه مثلا شو اه شو اي بي اه انترفيس بريف اه لا دو شو اي بي انترفيس بريف اه احنا اعمل تقفل او تي سي بي ستريم مرة تانية نتسو يعني ده ايه ده انا من مكنة الهاكر قدرت اعمل الكلام ده كله فلذلك التنت لا يحبس استخدامه لذلك ظهر بريتوكول بعده اسمه الش 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 بقى نفس الوظائف بتاعت التنت ولكن انكريبتو داتا ما بين السشش نايتش سيربر اللي هو اللي هي اللي هو الروتر اا انا الكده كده كده ايه هتكلم عنه بإذن الله في مخضرات الروتنج الائي سين بي ده البروتوكول اللي شغال بيهايند البينج يعني مثلا لو انا جيت على الكالي لينكس لو انا جيت على الكالي لينكس وجيت انا هامل للاي سين بي اي سين بي اا بلاي اهو لو انا جيت عملت بينج بينج على عشرة دير 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 تواحد اهو 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 اام手 اهو اهو اعملت الان اعملت البينج reassure قال اصدير دير ديرا ام اهو اي سي ام بي اهو اهو اا اها او طيب ااا اهو طيب اهو اهو اهوộc اهو انا live اهو اهو اكل وما بصل في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن البيكس توري behind .tcpip model خدنا كده ايه refresh على بعض البرتوكولس يعني احنا زي ما قولنا كده الapplication نفس البرتوكولس برضو FTP, Telnut, TFTP والكلام ده كله دلوقتي بقى ايه هنحل challenging test وهنا بقى ايه عايز اقول شوية ملاحظات على قبل ما نبقى بقى ايه نحل challenging test اول حاجة اي مك ادرس اي مك ادرس اه او اي جهاز اما يحب بيبعت بروتكاست بيبعت على بروتكاست في layer 2 على اه اتناشر F يعني اه هنا F F انا اهو طيب ده كلام جميل جدا طيب اه لو انا عندي اه مثال برضو اه في اه اه جهاز مثلا هنا انا لو انا عندي هنا اه روتر وصل على switch وهنا في PC ال PC ده عايز ياخد IP فبيبعت ايه DHCP discover طيب DHCP discover بتروح على destination mac address A طالما هي broadcast DHCP discover فيروح على destination mac 12 F طيب ده كلام جميل طيب لو عايز destination IP هيكون ايه ها بصوا يا شباب لو انا عندي جهاز ياخد IP 10.0 ودي الحتة اللي بتلغبط لو انا عندي جهاز ياخد 10.0.0.0.24 فالبرودكاست المفروض بتاعته ايه 10.0.0.255 طيب ده كلام جميل جدا لكن الجهاز مش هيبعت بروت هو هيبعت broadcast بس مش هيبعت على 10.0.0.255 لا ده هيبعت على 255 255 255 255 ليه لان الجهاز ما يعرفش اساسا ال IP الادرس بتاعه كام ده هو عايز ياخد IP واضح فهو هيبعت على 4.255 12 F 4.255 12 F 12 F 12 F 12 F 12 F 13 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 F 14 F 14 F 14 F 14 F 14 F 14 F 15 F 15 F 15 F لان مفيش جهاز ينفع ياخد 10.00 لده عنوان نتورك مفيش جهاز يقدر ياخد 10.00.255 لده عنوان ايه بروتكاست طيب الراوتر هيقدر يوزع من واحد لحد 254 لكن مش هيقدر يوزع الواحد دي لان الراوتر بعتبار ان الراوتر الاي بي بتاعه 10.001 فالراوتر مش هيوزع من اول واحد هيوزع مثلا من اول ايه 2 الى 254 طيب افرد اساسا في النتورك انا موصل بي سي مديله استاتيك اي بي 10.0.0.2 ستلاش 24 طيب افرد يعني انا دولاتي عندي ايه 10.00.2 الراوتر من جهته بيقول الافيلابول عندي كام 2 الى 24 طيب لو الراوتر ادى الاي بي بتاع 10.00.2 لانه افيلابول عنده في البول في السلة اللي فيها الاي بيات افيلابول عنده والجهاز يخيط 10.00.2 كده عنده الجهازين اواخدين вы پر نفس的 IP اذا دي اتشي بي كونفلكت طب عشان اقدر يعني اااا عشان اقدر احل مشكلة دي اتشي بي كونفلكت اعمل ايه طريقتين التهارية الاولانية ان الراوتر بي لقى اول الاي بي عنده افيلابول 10.002 فالراوتر بيعمل بينج بيعملลايق بينج على راوتر CASA 10.02 الاتنين. فلو جاب البينج معاه لو اكسبت معاه يعني فيه خصل مع عشرة ديوش ديو اتنين اذا فيه جهاز ياخد الاي بي ده. فالاتنين مش موجودة عندي. فالروتر يشيل الاتنين عنده من البول ويبقى يبقى اذا عنده وكزلك الواحد يبقى عنده من تلاتة لبتين اربعة وخمسين فيدي اا البي سي ده تلاتة بس مرضو بعد ما يعمل على عشرة ديوش ديو التلاتة. يعني يعمل عشرة ديوش ديو التلاتة هيلاقي انه مفيش بنج ياكويستا تايم اوت يبقى الروتر هيقول اذا الاي بي ده مفيش جهاز واخده ايذا الاي بي ده افالابل هدي للبي سي طيب فيه حالة تانية اا اا فيه اا او ميكانيزم تاني ان البي سي ده بيبقى حاجة اسمها جريتينيوز ارب. جريتينيوز ارب اا اا شغال ازاي? في بقى طريقت تانية اللي هي الجريتوس ارب. الجريتوس ارب هو ان البي سي ده يبعد الـ greatest arb برودكاست فبيقول البي سي اللي واخد الـ IP 10-0-0-2 يقول الـ MAC address الـ IP 10-0-0-2 واخده الـ MAC address اللي هو مثلا هنا 1-1-1-1 فبالتالي لما يوصل للروتر الـ greatest arb الـ greatest arb ده برودكاست فهيقول إذن 10-0-0-2 ده assigned إذن 2 برضو مش available معايا فأنت عندك إيه 2 mechanism طيب أنا كده باتخذ عندي إجرائين يعني أو حاكتين بعملهم عشان أتجنب الـ DHCP conflict ولكن ممكن تحصل برضو رغم كل ذلك هتقول إزاي هقول لك إفرد الجهاز ده واخد 10-0-0-2-3 مثلا حلو ورحت أنا بعد ما واخده 3 رحت أنا وصلت جهاز والجهاز ده ما تديله static IP 10-0-0-2-3 يبقى كده حصل conflict طيب عشان حل الـ conflict ده بقى أعمل إيه لازم إنت كNetwork Administrator تروح على الـ PC الوقت DHCP IP تعمل refresh بحيث ياخد DHCP IP تاني لأن الراوتر ساعتها هيحس بالجهاز اللي هو ده 3 وهيشيله من الإيه الـ Pool عنده أو إنك تروح لجهاز الـ Static وتديله مثلا ده 4 ها تمام كده طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نحل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دي الإجابة بالمناسبة في بعض الإصدارات من ضم بواتسون حل السؤال ده غلط يعني حل السؤال ده غلط كده The client uses the greatest art to fix this issue لكن لا هي المفروض الـ Administration must fix the conflict by hand at the DHCP server فده الإجابة الصحيحة للسؤال طيب واتشف The following service UCCP الـ DHCP The UDP Assemble Mail Transfer Protocol SMMP FTP تمام What does routing What does routing occur within Where does routing occur within the .tcpip reference model بيحصل فيه اللير بتاع network لأ لأنه بيقول لتcpip اللير بتاع الانترنت طيب What's true about uh telnet protocol choose two It's used to connect to Cisco router through COM port لأ لأن COM port ده بوصل بالرouter through الكونسول مش telnet It's an encrypted data stream between any uh two connected devices لأ لأن الconnection في telnet unencrypted any man and middle attacker المان and middle attacker اللي هو الرجل اللي عمل حاجة زي الاربس بوف اللي احنا لسا عملينها Can easily get the telnet password coming from the source to destination أيوه where it's used to remotely connect to any networking device أيوه صح وهنا what's the port number of dhcp discover packet المفروض هنا يحدد يعني المفروض هنا يحدد سواء destination ولا source يعني لأنه لو طالع من source port هيطلع من source port 68 اى اى لك لك destination port تبقى 67 ولكن هو مش جيب لك 68 اصلا بنت هتختار الايه 67 اى ان تم بعض التعديلات عليه لان في بعض الاسئلة كانت فيها مشاكل وانا ايه عملت عليها ابضيت انا اعتبر خلصت تمنى تكون المحاضرة عجبتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته